من الحاجات اللي كانت موجودة الفترة اللي فاتت انه بعض الناس قبل ما الاهل يتحسن في الفترة الاخيرة تحديدا في الدورة ويصعد انها افريقيا كانت بتلهم على مرس الكرب بالنسبة لتغيير في التشكيل كتير انت كان رأيك ايه في الامر ده لا عادي بص كل مدير فني يعني مهما كان الناس بقيت لقي الصحفين بتتكلم والنقاط بيتكلموا والناس كلها قاعدة كل مدير فني ليه وجهة نظر مختلف خالص عن احد هو اللي شايف اللعيب وهو اللي عارف اللعيب وهو اللي عارف حالة اللعيب انت على فكرة فيه كتير جدا مديرين فني الناس بينتقدوهم يجي مثلا يعمل تغييره وهو مش عارف ايه سابت تغييره يعني انت اللعيب ده مثلا تعبان اللعيب ده انا عايز اريحه اللعيب ده اي حاجة انا شوفتها فيه في طريقة لعب اعايز اغيرها فانا ايه مش يتناسب مع طريقة اللعب ايا كان فبص طالما المدرب ناجح وماشي بيعمل نتاج كويسة خلاص كلام بقى دو تقدر تتكلم إمت لما فيه بقى نتاج سلدية وإنت لقى الأداء وحش فتقدر تتكلم بعدك لكن غير كده هو الراجل ناجح جدا بصراحة يعني هو من أنجح المدير الفنيين اللي حد رأيت في النادي الأول بعيدا عن الأرقام والإنجازات اللي هو طبعا تخلي مرشي القرار من أنجح المدير الفنيين في تاريخ النادي الأول أنت بقى كمدرب مرشي القرار عجبك فيه أو بيعجبك فيه لا أنا يعني أنا بسأل على طول دايما على الشخصية أنا الشخصية بتفرق جدا معاه في المدير الفني يعني من خبرة الواحد أن أنت مهما كنت فنيا عالي جدا شخصيتك ضعيفة مش هتبقى أحسن حاجة والعكس يعني ممكن الشخصية تفرق جدا فنيا وبتمشي يعني بتبان مع شكل الفرق فهو لا أنا شايف أنه شخصية كويسة جدا شخصية قوية اللعيبة كلها يعني إلي حد كبير بسمع أنه هما بتكلموا عليه كويس وبيقولوا أنه هو شخصية يعني في التعامل مع الناس كلها كويس فنيا إلى حد كبير كويس يعني لا هو مؤدي بشكل كويس أنت قلت أرقام ونتائج وهو ده اللي احنا بنقيس عليه في الآخر طبعا الأداء ممكن ساعات بيتغير شوية ساعات بيبقى فيه الأداء مش أحسن حاجة بس إلي حد كبير بضغطة المتشاط بالكلام ده كله بتجيل اللي معاه لا هو مؤدي بشكل كويس أنا شايفه أنه هو مدير فني كويس بصراحة بطوعة المتشاطة امتشف